مش العادي في النادي الاهلي وانت شتغلت في النادي كلاعب وكمدرب مش العادي في النادي الاهلي انه تطلع تصريحات زي دي اللي بيبقى فيها الكواليس والدواخل من مسؤولين في النادي الاهلي استغربت تصريحات مسلمين ولا شفتها طبعاية؟ لا اكيد طبعا فيها استغرب يمكن اتطافك مع كابتن وليد طبعا وطول عمرنا كريم يعني معروف حتى مش في النادي الاهلي بس انا بكلم بشكل عام اللي مفيش لعيب بيمشي او بيجي الا لما بيكون الجهاز الفني او المدير الفني بالاخص بيكون الادارة يعني لازم تاخد رأيه سواء لعيب كويس في النادي تاني انت عايزه او بيطلبه يا اما لو واحد مش يعني لعيبة مش عايزة تبقى موجودة في الفرقة اكيد المدير الفني هو اللي بيبقى مدي رأيه وهو رأيه الاول والاخير بيبقى المدير الفني فكون اللي هو مشي يمكن زي ما كابتن وليد قال هو الراجل ما بيشاركش واي لعيب بيتمنى اللي هو دايما يكون موجود في الملع لما لقى اللي هو ملوش دور مع الفرقة الفترة اللي فاتت يعني خلاص الراجل عايز يلعب وعايز يشوف دنيته ايه مش كل اللعيبة بتقبل اللي هي يعني تقعد احتياطي وكهرباء دايما يعني او عند الناس عارف انت واخد ايه اي حاجة كهرباء بتاع مشاكل عارف انت الجو ده فهو كهرباء خلاص انا شايف اللي انا مش مش قابل بدور موظف بلغة الكورة فالراجل عايز يمشي ويشوف فرصته في حتة تانية ويمكن انا اليومين اللي فاته كريم انا قاريت له تصريح على يعني على لسان كهرباء اللي بيقول له هو عايز يرجع تاني منتخب مصر وان الخطوة دي هت يعني مفيدة ليه ويرجع النادي الاهلي تاني بصورة احسن فهو شايف من وجهة نظره اللي الفترة دي هترجعه تاني المستوي لكن هو طول ما هو قاعد خلاص انا شايف اللي الطريق بقى خلاص مسدود مع المدير الفني مهما عمل خلاص الراجل شاله من حساباته خالص فهي حاجة كويسة لكهرباء وكهرباء العيب كويس على فكرة بس هو محتاج اللي هو يركز شوية واحنا شفنا لما ركز بدأ يحرز اهداف وبدأ الراجل يديله لكن قاعد فترة باعد تاني عن التشكيل الاساسي فهو خلاص من حقه اللي هو يلعب وياخد الفرصة تاني لكن بالنسبة للتصريح يعني اعتقد اللي هو يعني ما حلفوش التوفي فيه